تصدع داخلي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إثر التطورات السياسية والعسكرية والإقليمية في كل من ليبيا والعراق والسوريا تطورات تتهم أنقر بالوقوف وراء بعضها وزراء الدفاع لدول الناتو يجتمعون لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية لا سيما تلك التي تعيش نزاعات كالسوريا وليبيا ومؤخرا العراق طائرات حربية تركية قصفت أهداف لمقاتلين أكراد تابعين لحزب العمال الكردستاني شمالية العراق للمرة الثانية خلال أيام هذا القصف استهدف المناطق الكردية التي تريد تركيا احتلالها مثل عفرين وكوباني لكننا لن نسمح بذلك نطالب المجتمع الدولي بالتدخل بكوة لوقف هذا القصف عملية تركية داخل الأراضي العراقية تثير غضب عدد من دول الحلف الهجوم الأول نرحب بكم وبجميع جنودنا وقادتنا هناك بالحب والمودة لقد أظهرتم دائما قوة الكوماندوس الأتراك ونعتقد أن اليوم في هذه الجبال سيصنع التاريخ مرة أخرى ومسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية يحث الناتو على اتخاذ موقف صارم فيما يتعلق بسلوك أنقر الأخير تجاه الدول الأعضاء كما اتهم المسؤول الفرنسي البحرية التركية بالاحتكاك بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف تأتي هذه الخلافات عقب التصعيد التركي في المنطقة وخاصة في ليبيا والبحر المتوسط قضية تثيرها باستمرار دول مثل اليونان وقبرص وإسرائيل فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز ومشروع استميد الذي تعمل عليه هذه الدول وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلى فيلستوديو عمر ربيع الزميل في اتونفو نيوز عمر أمس كان هناك أنباء عن تسليم بغداد مذكرة احتجاج للسفير التركي لديها والآن هناك هجمات تركية بحسب المصادر من أنقرة هل من ممكن أن تتم هذه الأمور بدون تنسيق مع العراق خصيصا أن كان هناك أنباء سرية أيضا تتحدث عن زيارة لرئيس الاستخبارات التركي للعراق الإجابة هي نعم هناك إمكانية لتقوم تركيا بقصف العراق أو كردستان على أي حال بدون إذن العراق وسأتي على ذكر الأسباب أولا تركيا تقصف من المهم جدا أن نعلم من تقصف تقصف حزب العمال الكردستاني الذي يتواجد داخل كردستان ولكن الجزء الكبير منه يتواجد في الأراضي الخاضعة للحكومة العراقية في سنجار وهي الخاضعة لمحافظة نينوى وبالتالي فإن القصف التركي يعني يأتي في أراضي كردستان ولكن أيضا في أراضي الحكومة العراقية وأنا أريد أن أفاجأك بليغة ليست الحكومة العراقية من تسمح لي أو ليست الحكومة العراقية من تكون سعيدة لهذا القصف التركي بل على العكس الحكومة الكردستانية أو حكومة إقليم كردستان التي تربطها خلافات عميقة مع حزب العمال الكردستاني هي أكبر المستفيدين وهي السعيدة بالقصف التركي على حزب العمال الكردستاني حكومة الإقليم تتهم حزب العمال الكردستاني وحزب تركي بأنه يثير القلاق لداخل الإقليم وبالتالي فإنها تعارض وجوده ونحن نعلم أن هناك الأحزاب الكردية داخلها هناك العديد من الخلافات تركيا لا تفرق بين تواجد الأحزاب الكردية لا في الإقليم ولا في العراق وأريد أن أذكر أن هناك قوات تركية متواجدة قرب الموصل متواجدة في نينوى وهي تدرب أيضا الحرس نينوى وهو جزء من الحرس الحجد الشعبي ولكن هم عشائر سنية يقودها ويتزعمها أثيل النجيفي وأيضا أسامة النجيفي إذن العراق وتركيا علاقة جيدة ولكن العراق إذا خير ما بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني التركي فإنه يقف بدون شك إلى جانب حزب العمال الكردستاني وهذا هو سبب صدام الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم التي لا أريد أن أبالغ أنها سعيدة بما تقوم به تركيا داخل الإقليم ضد حزب العمال الكردستاني هناك أيضا مصادر كردية بالأساس تتحدث عن تزامن بين الغارات التركية والقصف الإيراني على نفس المنطقة هل ما ممكن أن نشهد في ظل العداء لأكراد تنسيق إيراني تركي في هذه المنطقة؟ أولا من المهم أن نشير إلى أن فقط الأكراد هم من أفادوا بضربات نفذتها إيران في تلك المنطقة لا يوجد أي تأكيد من مصدر آخر ولكن بالنسبة لسؤالك بلغي هذا ليس سرا الدول الإقليمية الأربعة التي يتواجد بها الكرد العراق تركيا إيران وسوريا دائما وعلى مدى التاريخ كنا يتعالين فوق الخلافاتهم السياسية وكانوا يتحدون جميعا ضد الطموح الكردي في تركيا المنطقة وأنا أريد أن أربط هذا الأمر بالرؤية التركية بما يتعلق باتفاق أستانا والتي تركيا تعارض بشدة أن يكون هناك تواصل ديمغرافي تركيا تريد أن تغير التواصل الديمغرافي في سوريا والعراق وإيران الكردي عمر ربيع شكرا لك على هذه المداخلة التي أفدنا بها